في هذا اليوم العظيم تم تجمع مجموعة من الحركات النسائية وعمت المرأة بدير الزور ليتم قراءة بيان ومن ثم إرسال رسائل لقائدنا قائد الإنسانية ألا وهو رمز السلام الذي نحن بفضل فكره وفلسفته وصلت المرأة إلى ما وصلته الآن حيث تعتبر هذه الفرصة فرصة ذهبية في عصر المرأة على مر هذه السنوات الطويلة التي تعرضت فيها المرأة للظلم والاضطهاد فهي تعتبر بالفعل فرصة تاريخية وفرصة ذهبية بحياة المرأة عامة في دير الزور وفي شمال شرق سوريا هذا اليوم يوم عظيم بالنسبة لنا نحن كحركات نسوية لما وصلت إليه المرأة ودخولها في جميع المجالات ونأمل نحن من هذا المكان بوصول هذه الرسائل لقائدنا ونتمنى أن يكون بيننا في هذه اللحظات ليرى انتصاراته وما حققه بفضل فكره اليوم في منطقة هجين هذا الحشد الكبير من النساء قمنا بفعالية من أجل قائد عبدالله أجلان وهي عبارة عن زجاجة ووضعنا فيها رسالة للقائد عبدالله أجلان وهدية طبعا هذه الزجاجات رميناها في النهر من أجل هذه الفعالية والفعالية هي قامت من أجل القائد عبدالله أجلان الذي نادى بحرية المرأة وهي شيء صغير نقدمه للقائد عبدالله أجلان الذي قدم التضحيات وقدم الفكر والفلسفة للمرأة وقدم للمجتمع كثير من الأمور وناضل وقاوم من أجلنا المرأة في دير الزور أثبتت وجودها بجدارة بجميع المجالات سواء بالعسكرية أو بالمدنية طبعاً هي المرأة حققت بنسبة 50% من المشاركة بينها وبين الرجل فكر القائد عبدالله أجلان حقق الكثير من الأمور للمرأة التي كانت طوال هذه السنين مستعمرة من قبل المجتمع السلطوي المرأة في دير الزور اليوم قدمنا رسالة للقائد بعثناها في المي كاحترام وكتقدير لقدراته للنظال اللي قدموا من أجل المرأة وحريةه الجسدية التي دفعها ثمن من أجل حرية المرأة من أجل المرأة أن تحظى بالسلام وتكسر غيود العبودية وبفضل القائد اليوم تقدمنا وتكسرت غيود العبودية للمرأة واليوم المرأة واغفة صامدة تجاه كل الهجمات تجاه كل الصعوبات التي مرت في حياتها ونحن نتقدم الأمام ونقاهدك يا غد الإنساني نسنمضي على طريقك حتى آخر مغن في أنفاسنا ترجمة نانسي قنقر